الآن الاعتراض عن أحكام ومعارضة النصوص بالرأي شيء يعني واضح جدا فكأن القضية متاحة لكل أحد وكأن المسألة الاستفتاء الآن ما رأيكم في حد الردة؟ هل توافقون أم لا؟ أش رأيكم في تعدد الزوجات؟ حرية رأي في أحد يوافق من يعارض تعدد الزوجات؟ حد الرجم مثلا حد الرجم هذا إشرايكم في حد قطع اليد وتبسط في حلقات ويقدمها ناس باسم الدعوة مع أن هذا شرع الله معروف خراسة حد الردة حد الرجم حد السرقة يعني مسألة مفروغة منها شرعا فلما تقول للناس يلا استفتاء قولوا أراءكم من يؤيد من يعارض افتح المجال للموافقة أو المخالفة هذا شرع الله هذا شرع الله الآن في البرامج الحوارية شرع الله في البرامج الحوارية يجعل مجالا لإبداء الرأي وفي مواقع في ثوابت شرعية مثلا تؤيد تعارض مؤيد كذا معارض كذا متوقف كذا هذه الظاهرة منتشرة مع الأسف الآن مثلا حجاب من يؤيد من يعارض ها في مثلا قناة الفيزيونية مثلا هل تؤيد أن يكون حكم الساحر القتل هل تؤيد حرية الانتقال بين الأديان في موقع من مواقع بعض هذه القنوات في استطلاع للرأي نشرته قناة كذا حول عبر 44% من المشاركين عن رفض تطبيق حد الردة داخل الدول الإسلامية استفتاء آخر هل الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما فعلته الصحف الدنماركية هو يعني يستدعي الغضب يعني هل عند القوم شك أنه يستدعي الغضب أو لا يستدعي الغضب هل ممكن يكون فيه مسلم لا يغضب إذا سب نبيه عليه الصلاة والسلام فإذا القضية هكذا طبعا إعلان آراء شاذة الفتاوى الساقطة هذه كلها تسوق باسم حر واحد يا أخي عنده حرية رأيه فيريده يقول يعني لو الموظفة أرضعت الموظف ولا التقبيل بين الجنسين ولا التضحية بالدجاج بدل حرية رأيه